فوائد التوفير زوجت امرأة ابنتها فحلتها الذهب والفضة والبستها الثياب المنقوشة والحرير وزينتها بأجمل زينة فقال لها زوجها من أين لك هذا المال فوالله ما كنتي ذات مال قديما ولا وردته حديثا إلا أن تكوني قد وقعت على كنزر ولقد كفيتني مؤونة البنت قالت إني منذ يوم ولدت البنت إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجينة حفنة وكنا كما قد علمت نخبز في كل يوم مرة فإذا اجتمع من ذلك الدقيق القدر الكافي بعته في السوق وحفظت ثمنه ليوم الحاجة قال زوجها ما أسعدني بك وأرجو أن يقتدي ولدك بك في حسن تدبيبك إبراهيم عبدالقادر المازني أديب وصحفي مصري عرف بإسلوبه الساخري في الكتابة الأدبية له مؤلفات عديدة منها إبراهيم الكاتب وحصاد الهشيمي وصندوق الدنيا الذي أخذ منه هذا النص قال إبراهيم المازني ولكن صاحب الضيعة عز عليه أن يركب المازني حمارا وجاءني بجواد أصيل وأقسم علي الأركبنه فاستحييت أن أقول له إني أخاف ركوبه وإني لا عهد لي بالخيل ثم قلت أريد سلما قال في دهشة سلما ما حاجتك إليه قلت حاجتي إليه أني أريد أن أصعد فوق ظهري هذا الحصان يا صاحبي فضحك وقال أنا أساعدك ودفعني على ظهر الجوادي دفعة خيل إلي أنها ستلقيني على الأرض من الناحية الأخرى سرنا مسافة على مهل ثم اقترب مني أحد الأصدقاء وأهوى على جوادي بعصر معه فوثب الجواد وراح يسابق الريحة وأنا أعلو وأهبط فوقه ثم أحسست أن أمعاء ستتقطع وأتلمس بيدي شيئا أمسك به وأتعلق فيفلت من قبضتي كل ما تصل إليه فارتميت على عنقي وطوقته وجعلت أنادي من حولي وأناشدهم الدمات والضمير والمروءة أن يوقف هذا الحصانة لكني أحد الخدم وأمسك باللجام ورد الجواد فما أسرع من حذرت عنه وكأنما أعجبتني جلستي على الأرض فسألني مضيفنا أتنوي أن تقعد هنا إلى الأبد فقلت فقلت إن بي حاجة إلى الشعور بثبات الأرض بعد كل هذا التقلقلي وتلك الزعزعة قال ولكنك لا تستطيع أن تظل جالسا هكذا إن أمامنا سير ساعة فقلت سألحق بكم إذن أو أرجع إذا كان لابد من ركوب هذا الزلزال قال ولكن لا يليق أن تركب حمارا قلت وقد سار في وسعي أن أضحك في وسعك أن تعلق ورقة تكتب فيها أنه جواد مطهم قال لا تمزح قم واركب حماري قلت إذا كان حمارك عاليا فما الفرق بينه وبين الجواد قال بلهجة اليائس أو المنتقم إذن خذ هذا وأشار إلى جحش قمئ لا سرج عليه ولا لجامله فقمت إليه وامتطيته بوثبة واحدة وبلا معين ويتول بنا الكلام إذا أردت أن أصف كل ما أمتعني به ذلك الجحش من الفكاهات فقد كان فيه عناد وكان يأبى أن يتوسط الطريقة ولا يرديه إلا أن يحك جنبه في كل ما يلقاه من شجرة أو عربة أو حائط وتعودت منه ذلك ترجمة نانسي قنقر